السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دور التعليم في هذا الدرس سنتحدث عن اللوبينج لدينا هذا التطبيق الفارغ وسأقوم بإضافة مصفوفة هنا ضمن الاتا إذن لدينا هنا لست مثلاً ولدينا إذن مصفوفة من الأرقام على سبيل المثال إذن 1.2.5 بهذا الشكل الآن ممكن أن نقوم بعمل لوب على هذه العناصر ضمن التمبلت فنكتب بهذا الشكل إذن V عفواً أولاً سأقوم بإضافة وضمن هذه الدف سنقوم بكتابة V-4 يساوي بهذا الشكل وسنكتب هنا item item in list بهذا الشكل الآن في حال أردنا طباعة نقوم بالطباعة بهذا الشكل سنكتب هنا item فإذن item هو لدينا إذن العنصر هذا ضمن هذه المصفوفة فسيتم عمل for each على هذه المصفوفة ومن أجل كل عنصر سيتم إسناده إلى هذا item هو بإمكاننا طباعته بهذا الشكل الآن في حال قمنا بفتح هذا التطبيق فيه أن نتصفح فسنحصل على هذه النتيجة الان inspect فكما نلاحظ إذن div 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 كما نلاحظ لوجد لدينا أي مشاكل وفي حال قمنا بالتعديل على هذه المصفوفة طبعا هذه المصفوفة الآن تحتوي على أرقام ومن الممكن أن تحتوي على objectات وبالتالي ممكن أن يكون المثال أفضل أو أكثر واقعية فمثلا سأقوم بإضافة إذن list إثنان بهذا الشكل وهي عبارة أيضا عن مصفوفة ولكن هذه المرة المصفوفة هي عبارة عن مجموعة من الobjects وفي أول object لدينا مثلا name يساوي مثلا أحمد مثلا وage مثلا 10 وإذن 10 وأيضا سنقوم بتكرار هذه المصفوفة مثلا ثلاث مرات وهنا ممكن أن نكتب بهذا الشكل إذن ومن ممكن أيضا أن نضع بعض العمار المختلفة وأيضا بهذا الشكل في حال الآن انتقلنا إلى المتصفح وضغطنا على زر التحديث إذن هنا لم أقوم بطباعة هذه المصفوفة بعد الآن هنا سأقوم بكتابة إذن div in item in list 2 وهنا ضمن هذه ال ال div سنقوم بطباعة بهذا الشكل نفرض أن لدينا هنا إذن أولا div slash div وهنا لدينا ال age فسأكتب بهذا الشكل إذن age نقطتين وسأقوم بطباعة item dot dot age بهذا الشكل وبشكل مشابه أيضا للاسم أيضا item dot name الآن في حال انتقلنا إلى المتصفح وضغطنا على زر التحديث إذن كما نلاحظني محمد و age 10 وأيضا من أجل جميع العناصر أخرى ضمن هذه المصفوفة ومن الممكن أن نقوم بإضافة بعض إضافة أزرار معينة فعلى سبيل المثال لدينا هنا هذه المصفوفة list الموجودة لدينا في الأعلى في حال تم إضافة أي عنصر عليها من أي مكان كان سواء من method أو من event أو أي مكان كان في حال تمت إضافة عنصر جديدة على هذه المصفوفة فسيكتشف ذلك الview.js وسيقوم تلقائيا بإضافة هذا العنصر الجديد إلى هذه المصفوفة في التمبلت أيضا فهنا مثلا سأفرض أنني سأضيف هنا إذن button في المثال الأول لدينا إذن button ومثلا add وهنا سأقوم بكتابة إذن add click في حال تم الضغط سنقوم بعمل مثلا add item مثلا بهذا الشكل وهنا سنقوم بإضافة input ليتمكن المستخدم من إدخال هذا الـ item فهنا إذن لدينا input وهنا في الأسفل سنقوم بإضافة تغير ليحتوي على قيمة هذا الـ input فلدينا إذن هنا new value مثلا تساوي بشكل افتراضي لنص فارغ وهنا سنقوم في الـ input بربط هذا العنصر أو المتغير عن طريق الـ two-way data binding فسنكتب v-model يساوي new value بهذا الشكل الآن لدينا في الأسفل سنقوم بتعريف هذه الدالة add item فسنكتب هنا فاصلة وسنكتب إذن methods ولدينا إذن add item هي عبارة عن function وضمن هذا الـ function سنقوم بعمل this.list.bush أي سنقوم بإضافة هذا العنصر الجديد إذن لدينا this.new value بهذا الشكل ثم سنقوم بعمل تفريغ لهذه القيمة القديمة ففي حال الآن انتقلنا إلى المتصفح وضغطنا على زر التحديث وهنا ممكن أن أقوم بكتابة رقم جديد وأضغط على add كما نلاحظ إذن يتم الإضافة إلى هذه المصفوفة الآن هنا سأقوم بتصغير المتصفح قليلا لتطبيح لدينا المتغيرات فسأضغط أيضا على زر التحديث الآن ظهر لدي هذا التطبيق ولدينا إذن كما نلاحظ هذه الـ list تحتوي على الأرقام 1 و 2 و 5 ولدينا إذن القيمة الجديدة هي عبارة عن نص فارغ ففي حال قمت هنا بكتابة الرقم 10 وقمت به الضغط طبعا كما نلاحظ مجرد أن نقوم بالتغيير يتم إذن التحديث فورا لدينا هنا في new value وفي حال تم الضغط على add كما نلاحظ إذن تم إضافة هذا العنصر الجديد هنا وهنا في الأسفل تم تفريغ هذا العنصر وأيضا إذن كما نلاحظ بشكل مباشر تم مباشرة عندما تم إضافة هذا العنصر على هذه المصفوفة تم مباشرة العمل إذن إعادة compile لهذه المصفوفة وطباعة العنصر كما لاحظنا إذن بهذا الشكل وأيضا في حال تم تعديل قيمة عنصر من هذه العناصر أيضا سيتم تحديث هذا العنصر في التمبلت ولكن في الدرس القادم سنقوم بإنشاء هذا المثال وسنقوم بالعمل على هذه المصفوفة التي تحتوي على الأرقام وبهذا الشكل نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته